اشتركوا في القناة مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة أنباء البحرين بنا والوكالة الوطنية المشتركة للأنباء الإيطالية أنسى وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وبهذه المناسبة أكدها سعادة دكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات الصداقة الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا وما تشهد هذه العلاقات من نماء مستمر في ظل حرص البلدين الصديقين على تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة ونوه سعادته بما يتسم به قطاع الإعلام في الجمهورية الإيطالية من تطور على المستويات كافة معربا عن تطلعه إلى نجاح التعاون بين البلدين الصديقين في هذا المجال ارتكازا على ما يربط بينهما من حرص متبادل على تعزيز سبل الاستفادة مما يمتلكه كل منهما من مقاومات علامية متميزة وأشهد سعادة وزير الإعلام بوكالة أنسا الإيطالية باعتبارها أحدى كبريات وكالات الأنباء العالمية وما تمتلكه من تاريخ عريق في هذا المجال إضافة إلى ما تتميز به من مهنية عالية في نقل ونشر الأخبار من ناحيتها عربت سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مشيدة بما تشهد العلاقات البحرينية الإيطالية من تقدم في ظل ما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية قوية وتفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وشادت بحرص وزارة الإعلام على تنمية التعاون مع المؤسسات العالمية الإيطالية معبرة عن ثقتها في أن التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين سيشكل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين متمنية لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والاززهار من جانبه أبدى رئيس التنفيذي والمدير العام لأكالة الأنباء الإيطالية أنسى ترحيبه بالتعاون مع وكالة أنباء البحرين واكدا أنه يمثل فرصة جيدة لتعزيز مختلف جوانب التبادل الإخباري بين الجانبين لا سيما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الإعلامي هذا وحضر توقيع مذكرة التفاهمي في العاصمة الإيطالية روما السيد طلال فيصل الحمر القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية نحن الحمد لله اليوم تم توقيع مذكرة التفاهم بيننا وبين الوكالة الوطنية المشتركة للأنباء الإيطالية أنسى فأحوال المذكرة التفاهم هو التبادل الأخباري هذا المضمون الأساسي الأول في هذا المجال الأمر يساعد كثير في نشر الأخبار خاصة أخبار مملكة البحرين وفي نفس الوقت نحن نتبادل مع الأخوة في الجمهورية الإيطالية أهم وأبرز الأنشطة التي تكون موجودة في إيطاليا وفي نفس الوقت التي نحن موجودة عندنا في البحرين خاصة الأنشطة المشتركة بين البلدين لما تكون هناك أنشطة ثقافية أو أنشطة اقتصادية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية وتساعدنا على نشرها في أوسع نطاق في إيطاليا وبالإضافة أن الوقات الأنباء الإيطالية هي تعتبر من أكبر وأقدم الوقات الأنباء وعندها شبكة من القنوات التواصل في إيطاليا وفي أوروبا بشكل عام فأحنا اليوم ساعدين صراحة بعد توقيع المذكرة التفاهم ونأمل إن شاء الله أن نجني ثمارها عما غريب بإذن الله اشتركوا في القناة